كانت كورنر على النادي الاهلي اتعامل معها بالبوكس كاحسن ما يكون محمد الشناوي لما لعب بالبوكس لعب بالبوكس على الجنب ملعبهاش في النص راحت لاليو ديانج نجم المباراة الاول نصر مباراة اليوم بدون شك هو الاليو ديانج اللي كان خرج في الشوت التاني وكان محق جداً مسماني لانه خاف عليه من الانذار التاني بالمناسبة الاهلي ما عندوش اقافات لانه ما حدش عنده من اللي عنده انذار خد انذار تاني وبالتالي الاهلي كامل بكل لعبته ان شاء الله في المباراة النهاية ديانج عمل سروب بصل حسين الشحات نفيش احلى من كده ولا اجمل من كده ولا اروع من كده حسين الشحات بداية للمباراة كان فايق ورايق وراهينكو لو عرفتم حسين الشحات كان بلعب فين شوية في الشمال وشوية في القلب الروتيشن شغال بينه وبين اه 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 اجاييه بشكل اكتر من ممتاز السقة اللي خدها من الراجل اه النهاردة مسماني واصراره انه يكون موجود في التشكيل الاساسية عاد الى فرمته عاد الى مهارته فاكرين لما بدأ مع الاهلي يسجل في المقاصة ويسجل في الزمالك في السوبر بدأت تعود اهداف حسين الشحات ولمحاته الجميلة السقة اللي في نفسه غير عادية المراوغة بشماله المراوغة بيمينه الهدف بشماله عملها مفيش اجمل من كده ولا احلى من كده في الديئة ستة وعشرين من احداث اللقاء عشان يسجل الهدف التاني للنادي اشتركوا في القناة